جورجوس ميكاتاوزي اللي حضراتك بتتكلم عليه هو فعلاً اللي عمل 3 أهداف من الأربعة اللي سجلها منتخب بلاده على مدار البطولة كلها ويمكن هو اللي عمل الهدف اللي جاب بقى النصر ليه فريقه بعد المباراة مش عارفين بقى نقيم مين اللاعب الأهم آه طبعاً بطل المباراة كان كافارا بعد لما جاب الجون بس مش عارفين مين الرجل الأهم اللي كان في المباراة يومها كافارا ولا ميكاتاوزي اللي اتنين عاملين أرقام واحد جايب أسرع هدف في تاريخ البطولة السياسي بكلمة على بتوع جورجيا آه بتوع جورجيا لأنا هاخد ميكاتاوز عارفين ميكاتاوزي ده اللي أنا اتكلمت عنه دلوقتي ده اللاعب الوحيد اللي سجل في البطولة دي في تلات مباراة بتعذر المجموعات وهو الحقيقة أقدم مستوية هو اسم الأولاني جورجوس آه ميكاتاوزي بالاسم الثاني آه فاللاعب ده من اللاعب اللي برزوا في الصفة عاما جورجيا كانت مفاجئة إنه الحقيقة إنه يتأهلوا لدور الستاشر أحد أحد مفاجئات دور الستاشر وجود جوريا بالإضافة لكده إنه هما كمان عندهم لعبين مميزين بغض النظر عن إنه إحنا نختار أي لعب بين الاتنين لكن الحقيقة هما الاتنين لعبين متميزين لكن أنا هاخد ميكا تاوت اللي هو جورجوس بالنسبة لي اسمه الأولاني لأنه هو اللاعب اللي سجل الوحيد في أمم أوروبا الفين أربعة وشرين اللي سجل في تلات مباراة بتعذر المجموعات وإحنا بنتكلم من خلال الاستوديوان لما بنقول إنه تسع لعيبة في سبع نسخ في تاريخ أمم أوروبا اللي سجلوا في تلات مباراة دي إحصايات الحقيقة إحصايات نوعية ما بقولش إنها حصرية لأن أمم أوروبا مفتوحة للكل لكن دي بتكون عند الإجانسيز محدودة في العالم